صحة وسعادة في هذه الحلقة المميزة حقيقة بالعديد من المواضيع الشيقة التي سوف نطلع عليها من خلال تواجدنا في يوم مميز هذا اليوم الذي إن شاء الله سوف يشهد ازدهار وتقدم جديد لدولتنا الحبيبة لإماراتنا الغالية ولحكومتنا الرشيدة التي تحمل لنا حقيقة دائما كل خير وكل سعادة إذن هو صباح مليء بالأمل عليكم مستمعين الكرام فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي حقيقة البرنامج مثل ما عودناكم هو دائما ما يأتيكم كنافذة مفتوحة للتواصل ما بين يعني مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وكذلك يعني هذا البرنامج نحاول من خلاله نطرح ما هو جديد في هذا القطاع بمختلف السيناريوهات بمختلف المجالات سواء كانت التقنية التكنولوجية وحتى الجديد في هذا المجال عموما مستمعين كما عودناكم في هذا الصباح تطالعنا وكالات الأنباء والصحف بخبر جديد خبرنا اليوم يتحدث عن التغيرات الهيكلية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إذن تفاصيل الخبر يقول اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله التغيرات الهيكلية الكبرى بالحكومة الاتحادية التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأهلى للقوات المسلحة لتكون حكومة المستقبل وتلبي طموحات شعب الإمارات وبشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهو يعلن التغيرات عبر حوار المستقبل مع عشرة ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي شعب الإمارات بمستقبل واعد جوهره السعادة التي تحولت إلى هدف استراتيجي في عمل الحكومات عبر استحداث يعني منصب وزير السعادة إلى جانب استحداث وزارة وزارة للتسامح ودمج بعض الوزارات وتغيير مسمياتها لإعطائها صلاحيات جديدة في هذا المجال إذن نحن كذلك مستمعين يعني شوي بعيد عن الموضوع بس أبغي أطرح إذا تسمح لي ساد عيسى بطرح السؤال ما للمسابقة اليوم سؤال المسابقة اللي يعني تقدم هيئة الصحة بالتعاون يعني من خلال مشاركتها في معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 السؤال يقول تشارك هيئة الصحة بدبي في الحدث الكبير معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي السؤال هنا في أي قاعة تقع منصة هيئة الصحة في المعرض هل هي في القاعة الثنين وثلاثة ولا في القاعة سبعة وثمانية أنا كان أحطيكم ثلاث خيارات بس أنا اختصرتها إلى خيارين البارحة اللي تابعنا يعرف الإجابة عموما تقدرون ترسلونا الإجابات على الرقم 4006 مستمعين نعود لموضوعنا الرئيسي يعني قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله في حوار مستقبل الذي أجراه إذن مع أكثر من عشرة ملايين متابع إن حجم التغيرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكرا جديدا في شكل يعني يتطلب فكر جديد في شكل الحكومة وآليات عملها وأن التغيير يخلق فرصا كبيرة ويجدد الدماء والأفكار ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه وأوضح سموه أنه لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة إذن يعني من بين الأمور التي طرحت حقيقة هي بعض الأمور الخاصة بالقطاع الصحي أنا في حلقة اليوم أحاول أستضيف نخبة من العاملين في هذا القطاع ما أدري إذا عندنا سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات هياك الله معانا دكتور السلام عليكم أول شيء أحب أن أرحب بالمستمعين ومستمعين إذاعة نور دبي وطبعا اليوم شعب الإمارات بالقرارات اللي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد من راشد قال مفتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراحة من دبي أن تقود الإمارات للعالم الجديد والمرحلة القادمة جميل وأهم نقطة حماية المجتمع حماية المجتمع من الأمراض سواء الأمراض السارية أو غير السارية العالم يتغير والأمراض تتغير فلهذا السبب دراءة الحكومة هو فصل التشريع من الخدمات طبعا مؤسسة المستشفيات الحكومية بتقدم خدمات عالية مستوى عالي على أكمل وجه بتكون عندها جميع الإمكانيات إن شاء الله بمناصبة هذا الفصل بتقدم خدمات على أعلى مستوى كذلك سوف تقوم وزارة الصحة من خلال التشريعات اللي بتقوم بيها وكذلك وقاية المجتمع من الأمراض السارية والأمراض غير السارية للمصلحة العامة لسعاد شعب الإمارات جميل دكتور أنا أبغي أتحدث عن مسألة إن تم تغيير مسمى الوزارة وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأيضا يعني ما أدري هل تغيير هل صاحب تغيير دور وزارة الصحة لتركز أكثر على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي في إمارة دبي يعني أبغي أستشرف المستقبل في عمل هذا القطاع كيف سوف يكون من خلال التغييرات التي أمر بها سيدي صاحب مثل ما أنت عارف والمستمعين عارفين الأمراض السعر ينقول في ازدياد مثل عندنا السكري عندنا السرطان عندنا أمراض الجهاز تنفسي أمراض القلب كل هذه نسب في ازدياد في العالم كله ما فيها دولة الإمارات اللي منها طبعا الوقاية المجتمع من هذه الأمراض سوف توضع تشريعات سوف تكون هناك اهتمام بالصحة ورعاية الفرد في المجتمع لكي نحافظ عليه من إصابته بالأمراض كذلك الأمراض السارية نقول مثل مثل ما سمعنا إيبولا كورونا فيروس هذه الأشياء اللي طبعا مزارة الصحة بتقوم بدور أكبر إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله إن شاء الله دكتور سعد الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة مساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات هل تبغي تقول كلمة أخيرة قبل أختم معاك هذا اللقاء نقول احنا عنا قيادة رشيدة قيادة دائما تسعى لإسعاد شعبها لإسعاد هذا الشعب العظيم شعب الإمارات نهني شعب الإمارات بهذه التغيرات إن شاء الله إن شاء الله ونحن نتمنى لكم التوفيق في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بهذه التغيرات نبارك لكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في القادم من الأيام أمامكم أو أمامنا جميعا أعمال جليلة يجب أن نتوجه بها نحو المستقبل لنصنع الأحداث التي ترغى فيها حكومتنا الرشيدة في صنعها شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات كان معنا عبر الهاتف عموما مستمعين نحن منكمل معاكم برنامجنا بيكون عندنا إن شاء الله المزيد من المداخلات حول المستقبل السياسة المستقبلية أو استراتيجية المستقبلية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو حتى في القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص لكن خلوني أذكركم بسؤال المسابقة اللي تطرح هيئة الصحة على هامش مشاركتها في معرض إكسبو دول إعاقة 2016 السؤال يقول انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي معرض إكسبو دول إعاقة 2016 والذي تشارك فيه هيئة الصحة بدبي في هذا الحدث الكبير سؤالنا في أي قاعة تقع منصة الهيئة هل هي في القاعة ثنين وثلاثة ولا في القاعة سبعة وثمانية ارسلونا إجاباتكم على الرقم أربعة صفر صفر ستة والشباب إن شاء الله بيختارون الفائز معنا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة في دبي أيضا اللي حاب يتواصل معنا كذلك على برنامج البريسكوب ممكن من خلال حسابنا DHA أندرسكور دبي واسمحوا لي الجماعة اللي موجودين على البريسكوب ما يسمعون بعض المداخلات لكن يمكنهم كذلك الاستماع إلى الإذاعة عن طريق الموجات المعروفة لديكم وأيضا عن طريق الابليكيشن الخاص بإذاعة نور دبي فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي هذه الإذاعة المميزة دائما مستمعين خلونا نذكركم قبل نبتدي معاكم يعني فقرات برنامجنا في هذا الجزء من البرنامج سؤال الحلقة يقول تشارك هيئة الصحة في دبي في الحدث الكبير معرض إكسبو دول إعاقة 2016 الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي السؤال يقول في أي قاعة تقع منصة الهيئة هل هي في القاعة 2 و 3 ولا في القاعة 7 و 8 واللي كانوا معانا على برنامج البريسكو يعرفون الإجابة لنغششناهم عموما يعني ما زلنا في الحدث الرئيس الذي تتحدث فيه يعني دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الأروقة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة هذا الحدث الذي يعني قام من خلاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله في حوار المستقبل الذي أجرى سموه مع أكثر من عشرة ملايين متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه إن حجم التغيرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكرا جديدا في شكل الحكومة وآليات عملها وأن التغيير يخلق فرصا كبيرة ويجدد الدماء والأفكار ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه إذن صاحب السمو الشيخ محمد يقطع وعدا بأن كل ما فيه خير لشعبنا سيطبقه وحقيقة يعني نحن شو من حصل خير أكثر من اللي نحن عايشين فيه بس هناك دائما النظرة المستقبلية التاقبة للقائد الفذ يعني أوضح سموه أنه لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة وكشف سموه عن وصفات حكومة المستقبل في دولة الإمارات قائلا نريدها حكومة شابة قادرة على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم وأن الحكومة لا بد أن تكون مرنة لا نريد عددا كبيرا من الوزرات بل نريد وزراء أكثر قادرين على تولي ملفات متغيرة في كل يوم نحن في هذه الإعلانات كانت هناك جزئيات خاصة بالقطاع الصحي في إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما أدري إذا المداخلة الثانية جاهزة عندنا طيب إذن أنا بتحدث عن الجزئيات الخاصة بالقطاع الصحي مع سعادة ناصر البدور وكيل وزارة الصح المساعد مدير منطقة دبي الطبية حياك الله معنا حياك الله حيا الله المستمعين إن شاء الله الله حياك خير وبركة وشباب إن شاء الله علينا ومعنا ومع أخوانهم إن شاء الله يا سيد ناصر أنت من الكوادر الشاب حقيقة أنا ما أعرف كم عمرك لكن ما شاء الله من المنظر أنت مفعم بالشباب أنا بتحدث الآن عن هذه الرؤية الجديدة في القطاع الصحي ما بين تغيير وإضافة بعض الصلاحيات وإعادة هيكلة المسؤوليات الموجودة في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية في الدولة كل هذه التغييرات يا ترى كيف تنظرون إليها وأنتم العاملون في هذا القطاع حقيقة يعني صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الحفظة دائما متابع للتطور في الوزارات وفي الخدمات وخصوصا الخدمية وهي واحدة منها وزارة الصحة طبعا الوقت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد رأاه هذا الوقت المناسب يمكن في السابق لم تكون الأدوات متاحة مثلا في هذه الوزارة أو في الخدمة هذه حتى توصل إلى مرحلة أنها تكون مستعدة أنها تعيد هيكلة هذه الوزارة فإذا الله خير النظرة دائما مستقبلية وموقته يعني نقول ما شاء الله عليه أن قيادة يزاهر الله خير متابعة 24 ساعة ميداني من الطراز الأول يعي ويرى شو تحتاج هذه الوزارات وفي الوقت المناسب يمكن كان في السابق ما ظهر أي قرار مثل هذا لكن هذا الوقت المناسب اللي شاف الشيخ محمد الله يحفظه وقيادتنا أن تتحول هذه الوزارة إلى وزارة وقائية وتشريعية وأيضا تنشأ منها مؤسسة أو تديل قطاع المستشفيات فهذا هو الوقت المناسب راح أخم حمود طيب سيد ناصر أنا أدري أنك أنت موجود الآن في القمة العالمية للحكومات ونحن طلعناك مبرع المحاضرة وما أبغي أطول عليك لأنه وعدتك ما راح أطول بس إذا عندك كلمة أخيرة تبغي توجهها للمستمعين وشكري لك هذه المداخلة حقيقة أنا والله سعيد جدا حتى الأخوة الناس الميونة للقمة الحكومية من برع يتكلمون اليوم وتحدثون عن المبادرة الكبيرة والتغيير اللي صار في هيكلة الحكومة أمس فيعني حتى طريقة يعازي الهيكلة بنظام مستقبلي بعيد جدا شاف الشيخ محمد أنه من خلال التواصل الاجتماعي يعني الناس كانت تنتظر يخبروني الأخوان هني في القمة الحكومية يقول ننتظر كل خمس دقائق ينزل خبر عن وزارة معينة فالواحد ياخذ وقته يقرأ وبعدين يحلل فكان توقيت جدا رائع خصوصا إنشاء وزارة السعادة وهمه نحن ندري طعمك هم قيادتنا دائما هنا تسعد الشعب وفي المرتبة الأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الكل يعلم أنه يريد أن يسعد هذا الشعب في دولة الإمارات شعبه ونحن نقول إن شاء الله الله يعطيك الخير والبركة ومطلوب مننا أيضا أننا نسعدك ونشارك في هذه السعادة إن شاء الله شكرا جزيلا سعادة ناصر البدور وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد مدير منطقة دبي الطبية شكرا لك هذه المداخلة وكل التوفيق إن شاء الله الله يوفقكم الله يوفقكم طبعا الرسائل النصية اللي تردنا معظم الإجابات فيها صحيحة ظهر كلهم يتابعون على البرسكوب أحمد هناك الرسائل يقول الله يخليك موضوع مهم أرجو الاتصال شوف إذا ممكن ناخذ الأخ معانا وأيضا نحن مستمرين كذلك من خلال مداخلاتنا في هذا الموضوع الشيق إذا جتنا مجموعة مداخلات خلال الحلقة سوف نستقبلها بشكل يعني بصدر رحب نتمنى نسمع آراكم أنتو كذلك في هذه التغيرات نحو المستقبل في مختلف القطاعات وبالله خاص القطاع الصحي عموما نذكركم بسؤال المسابقة تشارك هاية الصحة في الحدث الكبير معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي سؤالنا يقول في أي قاعة تقع منصة الهيئة في المعرض أثنين وثلاث ولا سبعة وثمانية عموما من الكلمات التي توجه بها سيدي صاحب السموش الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي إلى الشعب وإلى العالم حقيقة يقول نريد حكومة لا تفكر فقط في تقديم الخدمات بل أيضا في بناء مهارات شعبها وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات حكومة كما كررنا دائما تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي وعندما نقول ذلك نحن نعيه حرفيا أو نعنيه حرفيا إذن يضيف سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة عنوانها التطوير تطوير المعرفة ودعم العلوم والأبحاث واستغلال الطاقة الشابة الاستثنائية ونريد حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل لتحقيق كافة تطلعاته ونريد حكومة حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل وبيئة متسامحة وأسر متماسكة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع إذن يعني جميعها محاور مهمة لبناء مجتمع فاعل مجتمع نشط مجتمع قادر على العطاء وحقيقة هذا ما تعودنا من حكومتنا الرشيدة عندما تضع الأهداف نصب أعينها فهي تحققها مهما كانت ما بقول المصاعب ولكن مهما كانت التحديات لأن التحديات دائما ما نشاهدها في دولة الإمارات كفرص للتحسين إذن بس عيسى بذكرهم بالسؤال وما نطلع فاصل عندنا سؤال للحلقة يقول تشارك هيئة الصحة بدبي في الحدث الكبير معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي أين تقع منصة هيئة الصحة هل في القاعة ثلين وثلاث ولا القاعة سبعة وثمانية ارسلونا الإجابات على 4006 وفاصل ونكمل معاكم فقرات برنامجنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي حلقة اليوم نحن نتناول فيها مستقبل القطاع الصحي في ضوء تغيير التغيرات الهيكلية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة أحب أذكركم بس بس سؤال الحلقة اليوم التي تقدرون تشاركون فيه من خلال رسال النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة سؤالنا يقول اليوم تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي أحداث معرض إكسبو دول الإعاقة 2016 والذي تشارك فيه هيئة الصحة بدبي السؤال هو أين تقع منصة هيئة الصحة في معرض إكسبو دول الإعاقة 2016 هل في القاعة أثنين وثلاثة ولا القاعة سبعة وثمانية سبعة وثمانية عموما يمكنكم رسال الإجابات على أربعة صفر صفر ستة مستمعين أيضا يعني نرجع إلى إلى المجموعة الإعلانات يعني المهمة التي طرحها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالأمس خلال القمة العالمية للحكومات والذي شارك فيها يعني أكثر من عشر ملايين متابع في وسائل التواصل الاجتماعي يعني أكثر شغلة نحن تهمنا في هذه الحلقة طبعا كل التغيرات هي مهمة ولكن نحن ركزنا على التغيرات الهيكلية في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفات الحكومية بالدولة وأيضا أعلن سموه بأنه سيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة كما قرر سموه بتغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع أيضا للتعليق على هذه التغيرات معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشيات صباح كالله بالخير دكتور صباح الخير بالنور يا مرحبا دكتور يعني تغيرات نحو المستقبل لتنظيم القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة كيف تنظرون إلى هذه التغيرات في هيئة الصحة بدبي وأيضا كيف تنظرون إليها كأحد العاملين في هذا القطاع المهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكركم على الاستضافة ونشكر ونقدر ما شاء الله يعني التوجه كثير من سيدي فاحب تمو الشيخ محمد بن راشد نائم رئيس الدولة فاحب دبي على استشراق المستقبل وتطوير منظومة يعني النظام مستشفي الدولة ننظر إليها إن هذا إن شاء الله تحتفظ نقلة كبيرة في النظام مستشفي الذي دائما نحن نجول الاستراتيجية استراتيج النظام مستشفي فيهم على التقليد من أفراد غير المؤمنة دكتور أنا أعذرني على المقاطعة بس إلي فيه إمكانية يعني تقرب السماعة أو ممكن تكلمنا من غير السماعة لنصوت شوي بعيد فهذا يعزز مثل ما قلنا الاستراتيجية الصحية في الإمارات الذي دائما نحن نتكلم أن مهم محاورها هو المقايا والتوعية والذي دائما ترفض الهداف الاستراتيجية على تقليل عبء الأمراض الغير المؤمنة والأمراض الثارية ومنها تقليل عبء الأمراض المصاحبة للإبطاءات والحوادث فهذه أيضا يأتي زخم كبير على موضوع إلى الوقاية خير من العلاج ويأتي زخم كبير أيضا لتسقيف الصحي والمعرفة للمجتمع دبي أن دائما الوقاية تسبب العلاج وأن تكلفة العلاج كبيرة جدا سواء من المراعقات المشاكل الكبيرة التي تحسسها فقبل ثم تحدث الأمراض والحوادث لازم نوع المجتمع ونزيد ثقاف ومعرس بهمية الوقاية وثاليبها وتخفيص أيضا من العبء الكبير على المجتمع وعلى الصحة نحن نشيد بهذه المبادرة إن شاء الله ومتمنى لنظام مصرحي سواء في مدارة الصحة أو في هيئة الصحة إن شاء الله مزيدا من التقدم والإزدهار في المرخبة القريبة والبعيدة إن شاء الله إن شاء الله الدكتور أحمد بن كالبان مدير التنفيذ لقطاع خدمات المستشيات في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة واسمح لنا بعد طلعناك من المحاضرة اللي في قمة الحكومات العالمية شكرا جزيلا إذن ما زلنا مستمرين معاكم مستمعين يعني هناك تغيرات جدرية تغيرات نحو المستقبل في هذه الحكومة المتميزة الحكومة التي قال عنها صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد أن حكومتنا ستكمل عشر سنوات بعد أيام وأكد سموه بأن العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والاستراتيجيات والأدوات وأن العشرية القادمة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة نحو المستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسيته من جملة القرارات الهيكلية التي أعلن عنها سموه تغيير هيكلي في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة تغيير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة وتغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع معنا مداخل أمنو معنا على الهاتف ما أسمع دكتور حيدر دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هاية الصحة بدبي هياك الله معنا دكتور يا مرحب يا مرحب دكتور أنا هنا أبغي أتكلم حقيقة عن هذه التغيرات وكيف ساهم أو سوف يساهم الضمان الصحي وشركات التأمين الصحية في الوصول نحو هذه أو في الوصول لتحقيق هذه الاستراتيجية أو هذه الرؤى المستقبلية لهذا القطاع حقيقة يعني أطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشعات الحكومية بالدولة أيضا تغيير بعض أو تغيير مسمى وزارة الصحة اللي يصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع نشاد يعني للأمانة أن الأنظمة أو القوانية الجديدة التي حلت في مسائل خاصة بالتأمين الصحي سواء في أبوظبي أو في دبي وغيرها من الإمارات ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذه الرؤية أبغي أتعرف يعني على دور القوانين التي دخلت في الضمان الصحي بالنسبة للمواطن والمقيم في دولة الإمارات في تعزيز هذه الرؤى شكرا أخي محمود طبعا في البداية لو لحظت التغييرات التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد براشت مكتوم بالنسبة لوزارة الصحة سبقها منذ عدة أيام اعتماد صاحب السمو الاستراتيجية الصحة في إمارة إدبي ونشوف درجة كبيرة من التناغم الحقيقة كذلك كان في اعتماد من سموه للفصل ما بين دور الهيئة الرقابي ودور الهيئة في تقديم الخدمات من خلال تشكيل مؤسسة لتقديم الخدمات في إمارة إدبي كذلك نشوف نحن اليوم نتجه على مستوى دولة الإمارة سواء كحكومات محلية أو كحكومة اتحادية إلى أن نكون ضمن أفضل الممارسات العالمية ومع التغييرات هذه بذن الله راح نكون الممارسة المتميزة التي كثير من الدول تنظر لها وهذا يبدأ يحصل حقيقة على مستوى الصحة في إمارة إدبي الحقيقة عملية الفصل تسمح لكل جهة من الجهات بالتركيز على مجال عملها الدور الرقابي محتاج عملية تركيز على الأولويات الرقابية من ضمنها على سبيل المثال الوقاية والنموذ ومستوى نمط الحياة لدى أفراد المستمع شفنا كذلك على نفس الغرار وعلى نفس الطريقة تماما اهتمت استراتيجية الصحة في إمارة إدبي بالوقاية ونمط الحياة السليم وخفصت لها برنامجين متكاملين كل برنامج تحت عدد كبير من المبادرات إذن نشوف تناغم كبير ونقل منظومة الصحية في دولة الإمارة العربية المستحدة إلى المستقبل الحقيقة تشمل جميع الجهات وجميع المستويات طبعا مثل ما تفضل خوي محمود شركات التأمين وبرامج التأمين الصحي جزء لا يتجزأ من المنظومة هذه وآلية تقديم الخدمات وتمويلها عن طريق آلية تأمينية الحقيقة تخضع لكثير من الضوابط التي تضمن توفير جودة عالية من مستوى الخدمات الصحية في إمارة البي على جميع المستويات ناخذ مثال برنامج سعادة اليوم نشوف مثلا في برنامج سعادة 50% من المنتمين لبرنامج سعادة يقل عمرهم عن 20 سنة وبالتالي عندك اليوم مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع على مدى السنوات القادمة راح يبدوون يكبرون في العمر وإحتياجاتهم الصحية تزيد وبالتالي بنية في برنامج سعادة عملية الوقاية والكشف المبكر كجزئية الزامية بحيث أن أنت تبدأ الوقاية بشكل مبكر مع أفراد المجتمع وتقلل عب المرض على أفراد المجتمع وكذلك الأعباء المالية المترتبة على الأمراض المزمنة على المنظومة الصحية ككل وهذه استباقة استراتيجية واستقراء للمستقبل الحقيقة والإعداد للمرحلة المقبلة فعلا على أفضل مستوى ومستوى عالمي من التخطيط للخدمات الصحية صحيح يعني أحد المحاور التي ترددت من سيدي صاحب السمو كان يقول نريد حكومة كما كررنا دائما تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي وحقيقة يعني اختياركم إلى هذا الاسم المسمى سعادة في البرنامج التأمين وأيضا هناك إسعاد دكتور كذلك يعني فهي كلها يعني تنطلق من نفس الرؤية التي جاءت بها هذه التغيرات القادمة إن شاء الله لمصلحة هذا الشعب الوفي لوطنه دكتور كلمة أخيرة تبغي توجهها في هذا المجال قبل لا أختم معاك الحقيقة نحن نتطلع إلى هذه التغيرات إن شاء الله تعالى أنها فعلا تحدث نقلة نوعية ونقلة إلى المستقبل مثل ما ذكرت لكن يمكن في المرحلة الماضية كنا نتطلع إلى أفضل الممارسات ونحاول أن نطبق أفضل الممارسات ونختار منها اللي ناسبنا توقع تطلعاتنا إلى المستقبل في المرحلة المقبلة ستجعلنا أفضل الممارسات العالمية في مجال بإذن الله الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي نحن شكرا لك هذه المداخلة وأيضا مستمعين نحن ما زلنا نتحدث حقيقة عن مجموعة الأدوار المختلفة في الأدوار المختلفة في بناء المنظومة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدثنا عن الدور الخاص بالحكومات تحدثنا الآن مع الدكتور حيدر على الدور الخاص بشركات التأمين ولكن أين هو دور القطاع الخاص ما نتعرف على هذا الموضوع مع الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي دكتورة حياة شاء الله معانا الله يحييك أخوي محمود دكتورة هناك محاور كثيرة طريحت في يعني في جملة القرارات الهيكلية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظ الآن في أوج أو في خضام هذه التغيرات الخاصة بالقطاع الصحي ترى أين يقف القطاع الخاص من هذا أو من هذه التغيرات وأقول شكرا لشيخنا الله يحفظهم على هذه التغيرات اللي دائما هم يطلعون إلى الأفضل المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات طبعا التغيير هو المحمود تقدم وهذا السبب تحدث التغيرات من فترة لأخرى وذلك للمواكرة الطورات العالمية دكتورة أنا شوي الأرسالي قطع عندي ما أدري إذا بتعيدي لبرة ثانية أنا قلت أخوي محمود زاك الله خير أن التغيير دائما يكون ضروري لتقدم وازدهار أي شعب في العالم ولهذا السبب تحدث تغييرات من فترة لفترة وذلك لمواكبة الطورات والتحديات العالمية الموجودة ودائما قطاع الصحة يأخذ نصيبه من التغيير وذلك لإيمان الحكومة الرشيدة عندنا وشيوخنا الله يحفظهم بأن المتقبل الصحي لا يمكن تحقيقه من دون وجود جيل صحي بيننا والتغيير الذي حصل في القطاع الصحي طبعا والذي يكون له أثر عن القطاع الصحي الخاص كذلك في إمارة البي بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام من أن التركيز المستقبلي في القطاع الصحي سيكون إن شاء الله على الوقاية من الأمراض وهذا يعطي مجال الصحي فرصة التركيز بشكل أكبر على نموذج الوقاية الصحية والذي إذا نجحنا إن شاء الله في تحقيقه وإن شاء الله بنحققه في ظل وجود شيوخنا الله يحفظهم سيؤدي ذلك إلى أن نخصب معدلات الأمراض المزمنة ومعدلات السمنة وخاصة في الأطفال ونسبة الأصلاب وأمراض السكر وأمراض القلب طبعا هذا التغيير الذي أعلن عنه صاحب السمو شيخ محمد الله يحفظه يؤدي إلى تحسين الكفاءة في القطاع الصحي الخاص والتركيز على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وعادة الحكومات الرشيدة التي مثل حكومة دولة الإمارات تهتم في تطوير شعبها وتعمل على إدراء التغييرات الإيجابية وهذا يؤدي إلى ازياد الاستقرار والإنتاجية والسعادة لنحن نرجوها للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات دكتورة نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونبارك لكل العاملين في القطاع الصحي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المحاول الجديدة في تنظيم هذا القطاع لاستشراف المستقبل شاكري هذه المداخلة إذا حابت ضيفي شيء دكتورة عندك دقيقة نعم نحن في الحقيقة نفخر ونحن محبوبين بنكون جزء من دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة اللي دائما تسعى إلى إحدى تقيرات الإيجابية والمثمرة وذلك نجعل المواطنين والمقيمين من الشعوب السعيدة والتي تتمتع بالأمن والاستقرار وإن شاء الله أسأل الله أن يدوم علينا هذه المهمة إن شاء الله آمين يا رب الدكتورة ليلة مرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي كل الشكر على هذه المداخلة أيضا مستمعين الآن نتوقف حقيقة عن استقبال الإجابات الخاصة بهذا السؤال الذي طرحنا له سؤال الحلقة اليوم تشارك هيئة الصحة بدبي في الحدث الكبير معرض إكسبو ذوي الإعاقة 2016 الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وكان السؤال في أي قاعة تقع منصة الهيئة في المعرض والجواب هو في القاعة سبعة وثمانية سحبتوا على الفائز ولا بعدكم يا جماعة الخير خالد علي الجبير ألف مبروك أو خالد علي جبير محمد ألف مبروك بيتواصلون معاك انتفست معانا بألف درام مقدمة من هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتها في معرض إكسبو دوي الإعاقة 2016 وما نحاول إن شاء الله نصلي بتضع كذلك على هذا المعرض عموما مستمعين يعني إذا بتسمح لي عيسى عطني بس دقيقة وبختم معك إن شاء الله حدد صاحب السمو والشيخ محمد براشد آل مكتوم رعاه الله جملة من المفردات بالغة المعاني مرتبطة بمستويات الأداء ومؤشرات النجاح في القطاع الصحي وغيره فكيف لنا أن نحقق ما أمر به سموه هذا السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا ونتوقف هنا في ختام هذه الحلقة عند هذه التوجيهات السامية وسبل تطبيقها في القطاع الصحي هي النقاط التالية أن حجم التغيرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكرا جديدا إذن هذه النقطة الأولى الثانية لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي هذه النقطة الثانية الحكومة التي نريدها لا بد أن تكون حكومة بات بصيرة تستطيع استشراف المستقبل وكلنا يعلم ما الفرق بين البصر والبصيرة نريد حكومة لا تفكر فقط في تقديم الخدمات بل أيضا في بناء مهارات شعبها التركيز على العنصر البشري على تطوير مهارات الموظفين تطوير مهارات هذا الشعب سواء من التعليم من بداية التعليم من الحضانة حتى دخلت الاستراتيجية الجديدة إذن تركيز على إنسان الدولة الإنسان الإماراتي حكومة كما كررنا دائما تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي إذن سيشر لي على الختام أنا بس يعني بختم بهذه النقطة الأخيرة اللي نستشرفها من هذه الإعلانات اللي غيرت مجرى حقيقة أو وضحت لنا سير خطأ العشرية القادمة في حكومة الإمارات يقول سموه نريد حكومة محورها الإنسان في ختام حلقتنا نشكر جميع من تواصل معنا وجميع من شارك معنا بالمداخلات هذه والشكر جزيل للفريق الإعلامي بهية الصحة بدبي وإذاعة نور دبي وكل شكر لمخرجنا للسادة عيسى سبيل وحتى نلقاكم بإذن الله إن شاء الله غدا في نفس الموعد مع حلقة جديدة ومواضيع أخرى في مهتمة بالقطاع الصحي في دولة الإمارات وفي إمارة دبي على وجه الخصوص تقبلوا تحياتنا وتحياتي أنا بشكل خاص محدثكم محمود يوسف العلي وإلى الملتقى غدا وختاما نقول دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي